أتحداك لو طلعتني الخبر عن قطر وزارة الخارجية المصرية علقت على الأخبار المتدولة عن المصالحة أعتقد فيه قمة مش أعتقد يعني فيه طبعا أنا بس بفتكر التاريخ أعتقد أنها يوم 6 يوم 6 يناير قمة قمة الدول التعاون الخليجي وعبدالفتاح السيسي ما دعوا فيها كمان في السعودية والملك سلمان وجه الدعوة للأمير تميم أمير قطر وكل الأجواء بتقول أنه يعني العلاقات تحسنت تصريحات وزير الخارجية القطري بتقول كده وتصريحات وزير الخارجية السعودية بيقول كده بيقول أن العلاقات يعني فيه سبيلها إلى أنها تعود ولو تدريجيا ولو تدريجيا مصر بقى دورها إيه بتقول الكلام اللي أنت قدامكو ده إحدى طبعا بصوا زي ما قلت لكم الحمد لله إحنا بتعملش بالمنطق ده ولو أن المنطق ده يعني بيشفي غليل الناس كتيرة جدا بس إحنا عشان الحمد لله إحنا دينا سبع سنين فبرضو حدث نضج سياسي وحدث ساعة أفق إحنا كنا ممكن نقعد بقى نقول الله هادي مش قطر بنت ستين في سبعين يا جدعاه طب وبالنسبة للتلاتاشر شرط معالي وزير الخارجية لأنت بدل المرة طلعت تلتميت مرة قلت لن نتصلح مع قطر إلا إذا نفذت التلاتاشر شرط اللي على رأسهم طبعا نقفل قناة الشرق على أساس أنه قناة الشرق القطرية يعني اللهبل ونقفل قناة الجزيرة ونقفل مش عارف إيه ومصر وقطر تدفع لمصر مئة مليار تعويض والحاجات دي كلها راحت فين الشروط دي يا معل ليه كده زي أنت أربع دول معرفتش تماشي شرطك وعلا مش هنعمل الحكاية مش هنعمل يعني أنا عملتها إيه أنت أقول لك ما أنت عملتها ولا يا عم لأنا كنت عدت بقى ساعة وأجيب فيديو أحمد موسى وأجيب فيديو عمر قديم وأجيب فيديو سامح شكري وأجيب فيديوهات وأجيب للناس ولا بتقول لك وأحمد موسى بيقول لك ده قطر هاي مش لقى تاكل ولا عش خلص والناس بايتها من غير سحور ونجيب ونعمل فيلم كبير نعمل حلقة زي بالزبط اللي حصل في ليبيا لما نجيب والله زمانيا سلاحي والإرهابيين والمليشيات وفي الآخر هحصل اتفاق أليس أليس هذا يؤكد أن بصلة مصر طيلة السبع سنوات كانت خاطئة وأن بصلتنا نحن الحمد لله كانت هي البصلة الصحيحة قدي في موضوع ليبيا تمام من برح كنا بنتكلم على تحسين العلاقات مع تركيا ونعلى تصريحات جويش أغلو تمام البصلة ودي دلوقتي مصالحة مع قطر تمام طيب ما ده اللي كنا بنقوله يا رجالة مساء الخير مساء الخير يا اللي بتتعلم سياسة فينا وفي مصالح أمن وفي أمن مصر القومي وفي مصالح العليا مساء الخير ما هو ده والله اللي احنا بنقوله ساعدتك اللي احنا بنقوله الفيلم اللي تفابرك على فكرة احنا دايما بننسى الأزمة حصلت ايه أزمة حسار قطر بننسى أزمة حسار قطر قطرة حصلت ليه قالك عشان فيه تصريحات طلعت من أمير قطر هاجمت مين دول الخليق وفي الآخر طلعت تصريحات مفابركة وتفابركت في الإمارات وتتنشرت والوكالة تم اختلاقها والأمريكان هما اللي حققوا في الجريمة وكشفوها نسينا أصل القضية قطرة حصلت ليه ومسكنا بقى في ايه لا قطر لازم تنفز الشروط وقطر كان هيتم احتلالها وا 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 اخترعوا المشكلة اخترعوا المشكلة من الله وجود عشان محمد بن زايد كان عايز يدير الخليج على مقاسه يفصل والسيسي كان راكب لأن أنا قلت لكم إن السيسي خطة الانقلاب كانت مرسومة بدقة إنه مصر هتبقى زي ما هي كده مفيش بن قدم يتكلم فيها مفيش صوت يتفتح مفيش إعلام يتكلم مفيش حد طب وبالنسبة للجزيرة كانت الخطة مرسومة كده الملك عبد الله هيدغط عليهم كان لسه عايش بقى عند ربنا وضغط وقفل الجزيرة مباشر مصر ولو زودوها نقفل الجزيرة خالص ما كانش يعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى بيرت بقى ترتبات تانية في الشرق ومكملين ومش عارف إيه والحاجات اللي طلعت لهم من تحت نجليهم دي فبالتالي عبد الفتاح سيسي كانت خطته مرسومة على كده إنه مفيش صوت أنا عايزك تسرح بخيالك عصو فيه ناس والله العظيم لأسف يعني الناس عقيمة الفكرة مش عايز أغلب بس فعلا في منتهى العقب وبتكلم على القنوات بتاعتنا بشكل أحيانا سلبي وبتاعتنا أنا عايزك تتخيل المشهد في مصر بدون الجزيرة ما تكون بتتكلم على إنقلاب عفتاح السيسي وبدون القنوات بتاعتنا الثورية كيف سيكون المشهد؟ هتقول للسوشيال ميديا؟ مين في مصر عند سوشيال ميديا مية في المية؟ أبويا أو أبوك؟ هم أكبوما هو؟ لا شواتي شباب بس لكن دورنا اللي إحنا عملناه هم عارفينه كويس قوي وإلا ما كانش السيسي طلع فرنسا مخصوص ويتكلم على إن القنوات بتاعتنا على الأمر الفرنسي فبالتالي هذا الملف ملف كان مهم جدا بالنسبة للسيسي إنه يتقفل ملف في قطر هم الحمد لله إحنا بقى مش هنشتغل على الكلام العكسي ده ماشي عم يعمل مصارحة مع قطر هم إحنا خايفين على نفسنا؟ لا مش خايفين على نفسنا زي بالضبط مبالح تصريحات منسوبة إلى موقع الشرق الإخباري القناة المضروبة إياها اللي ما حد تسامع عنها بتاع باسم يوس رأت القناة المضروبة دي وسرق والإسم بتاع تصريحات منسوبة في الشرق والله العظيم في تسطع نروح بالضحك موقع الشرق الإخباري بيقولك إيه؟ تصريحات منسوبة لمصادر مصرية مصادر مصرية بالتقلية قال إيه يا مؤمن تركيا عرضت على مصر في شهر سبتمبر واخد بالك أنت حاج إبراهيم واخد بالك في شهر سبتمبر اللي السيسي كانت ركبه وبتخبط في بعضه والنظام كله من مظاهراته بوجلبية فتركيا في شهر سبتمبر ارجع وقر الكلام ده والله وكون ممكن نشرهولك على بس مش عايزين نعمل لهم قيمة في شهر سبتمبر تركيا عرضت على النظام المصري إنها تقفل القنوات دي لا مش كده وباس وإنها تسلم الناس اللي هنا بس مصر مرضتش يا قلب أمك أو الله شفت يا قلب أمك تركيا عرضت إنها تقفل القنوات وتسلم الناس مقابل إن مصر ترضى عنها وتبوس إيه تركيا وتوافق على إن العلاقات من مصر وتركيا إيه تبقى علاقات سوية على أساس إن تركيا عيني بايتة من غير عشاء مستنيها مصر إيه لاتعشيها فبالتالي أتقفل القنوات وتسلم الناس لا وإيه الجبروت مصر كمان اللي رفض اللي هي لا علاقة لا علاقة للمنطق لما أغز يعني انتحر كنت هقول لفظ مش كويس المنطق انتحر والسياسة ماتت في مصر لم يعد هناك رجال في زلك فاحنا يعني على بيان وزارة الخارجية المصرية الحمد لله بنثمن كلام وزارة الخارجية وندعم المصالحة هتقول لي ما لا فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها يقع علينا أي ضرر أبدا نحن الحمد لله بعون الله وبفضله مكملين بكل الظروف بإذن الله فبالتالي نحن ندعم المصالحة الخليجية وندعم وحدة الكلمة العربية وندعم ان احنا دايما كتوجة نظرنا في السياسة الخارجية لمصر هي الصحيحة سواء في ملف قطر او في ملف ليبيا او في ملف البحر المتوسط اللي هتكتشفوه بعد كده او في ملف صد النهضة ستكتشفوا قريبا ان كل توجهاتنا في المقاومة المصرية احنا مش معارضة احنا مقاومة لهذا الغاشم الغاصب ان كل كلامنا في المقاومة المصرية في محور المقاومة المصرية كان هو السياسة الاصوب لمصالح مصر العليا وان هذا القزم قزم مصالح مصر في كل الملفات سواء الداخلية او الخارجية وضحرج التماسي في ليلة راس السنة